السلام عليكم، هذا التسجيل هو عمل تطوعي مقدم من مبادرة بصيرة للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الرياضيات الصف السابع الجزء الأول الوحدة الثانية الدرس السادس مقياس الرسم النتجات تتعرف مقياس الرسم تحل المشكلات باستخدام مقياس الرسم التقط عمر بعض الصور له في إحدى المناسبات وقاس طوله في الصورة فوجده 15 سنتيمتر في حين أن طوله في الحقيقة 150 سنتيمتر ما نسبة طول عمر في الصورة إلى طوله في الحقيقة؟ لاحظ أن نسبة طول عمر في الصورة إلى طوله في الحقيقة 15 إلى 150 وتكافئ 1 إلى 10 إذن طوله في الصورة إلى طوله في الحقيقة يساوي 15 على 150 وتساوي 1 على 10 أي أن كل 1 سنتيمتر في الصورة يعادل 10 سنتيمتر في الحقيقة وتسمى هذه النسبة مقياس الرسم مقياس الرسم يساوي البعد بين نقطتين على الرسم على البعد الحقيقي بينهما مقياس الرسم ليس له وحدة لأنه يعبر عن نسبة بين مقدارين لهما نفس وحدة القياس استخدامات مقياس الرسم يستخدم مقياس الرسم لتصغير الأبعاد الحقيقية أو تكبيرها لتتمكن من رسمها على الورقة أولاً التصغير يستخدم لرسم الخرائط والرسومات ويكون الطول في الرسم أصغر من الطول الحقيقي كما يظهر في الصورة للبحر الميت على الواقع والبحر الميت على الخريطة ثانياً التكبير يستخدم لرسم شكل أكبر من الشكل الحقيقي مثل الحشرات الصغيرة أو كريات الدم في جسم الإنسان كما يظهر في الصورة لتكبير صورة مشبك الورق تدريب رقم واحد أكمل الفراغ في كل مما يأتي أولاً واحد كيلومتر يساوي كم متر ثانياً واحد متر يساوي كم سنتيمتر ثالثاً واحد كيلومتر يساوي كم سنتيمتر رابعاً أربعة آلاف سنتيمتر تساوي كم متر خامساً متين ألف سنتيمتر تساوي كم كيلومتر مثال رقم واحد إذا كانت المسافة بين مدينتين على خريطة هو ثلاثة سنتيمتر والمسافة بينهما في الحقيقة تسعة كيلومتر جد مقياس الرسم الذي رسمت به الخريطة الحل واحد اكتب النسبة المسافة بين المدينتين على الخريطة على المسافة الحقيقية بين المدينتين لاحظ أن الوحدات مختلفة قم بتوحيد وحدات القياس تسعة كيلومتر تساوي تسعة ضرب مئة ألف وتساوي تسعمائة ألف سنتيمتر حيث أن الكيلومتر يساوي مئة ألف سنتيمتر ثانيا اكتب النسبة بعد توحيد الوحدات مقياس الرسم يساوي المسافة بين المدينتين في الرسم على المسافة الحقيقية وتساوي تلاتة على تسعمائة ألف ثالثا اختصر النسب إلى أبسط صورة إذن مقياس الرسم يساوي واحد إلى تلاتمائة ألف مثال رقم اثنان ذبابة طولها الحقيقي ستة مليمتر وطولها على لوحة مكبرة تلاتين سنتيمتر جدم قياس الرسم الحل نحدد المعطيات طول الذبابة الحقيقي ستة مليمتر طول الذبابة في الرسم تلاتين سنتيمتر ثانيا نوحد وحدات القياس تلاتين سنتيمتر تساوي تلاتين ضرب عشرة وتساوي تلاتمائة ملي 1 سنتيمتر تساوي 10 مليمتر مقياس الرسم يساوي البعد في الرسم على البعد الحقيقي ويساوي 300 على 6 ويساوي 50 على 1 أي أن كل 50 مليمتر في اللوحة يعادل 1 مليمتر في الحقيقة تدريب رقم 2 إذا كان طول قلم رصاص في الواقع 20 سنتيمتر فأجب عن كل مما يأتي واحد ما هو طول قلم الرصاص في الصورة المجاورة ثانيا ما هو مقياس الرسم في الصورة ثالثا كم سنتيمتر في الواقع يمثل 1 سنتيمتر في الصورة طول قلم الرصاص في الصورة 4 سنتيمتر تدريب رقم 3 طول الخنفساء في الحقيقة هو 8 مليمتر وفي الرسمة المكبرة طولها 6.4 سنتيمتر فما مقياس رسم الصورة؟ مثال رقم 3 رسمت خريطة بمقياس رسم 1 إلى 5 مليون ألف با مدينتين البعد بينهما على الخريطة 9 سنتيمتر ما البعد الحقيقي بين هاتين المدينتين؟ الحل مقياس الرسم يساوي البعد بين نقطتين على الرسم على البعد الحقيقي بينهما 1 على 5 ملايين تساوي 9 على البعد الحقيقي الضرب التبادلي البعد الحقيقي ضرب 1 يساوي 9 ضرب 5 ملايين البعد الحقيقي يساوي 9 ضرب 5 ملايين على 1 البعد الحقيقي يساوي 45 مليون سنتيمتر تحويل البعد من سنتيمتر إلى كيلومتر وتساوي 450 كيلومتر تدريب رقم أربع أراد مهندس عمارة أن يرسم بناية ارتفاعها 60 متر بمقياس رسم 1 إلى 300 ما هو ارتفاع البناية في الرسمة؟ تدريب رقم خمسة إذا كان طول حشرة على لوحة مرسومة بمقياس رسم 60 إلى 1 يساوي 30 سانتي جد طول الحشرة الحقيقي تمارين ومسائل صفحة 100 السؤال الأول أكمل الفراغة للحصول على عبارة صحيحة في كل مما يأتي أليس إذا كان مقياس رسم صورة 1 إلى 30 أي أن كل 1 سنتيمتر على الصورة يعادل كم سنتيمتر على الواقع بعد إذا كان مقياس رسم صورة 1 إلى 50 ألف أي أن كل 1 سنتيمتر على الصورة يعادل كم مترا على الواقع السؤال الثاني التقطت صورة لبرج ارتفاع 140 مترا وكان مقياس الرسم يساوي 1 إلى 2000 جد ارتفاع البرج في الصورة السؤال الثالث المسافة بين عمانة وإربدة 69 كيلومتر إذا كانت المسافة بين المدينتين على الخريطة 5 سنتيمتر جد مقياس الرسمي الذي رسمت به هذه الخريطة رابعا قاس فادي بعدي مزرعة مستطيلة الشكل على المخطط فوجدهما 10 سنتيمتر و19 سنتيمتر فإذا كان مقياس الرسم 1 إلى 500 جد الأبعاد الحقيقية لهذه المزرعة ثم جد مساحتها السؤال الخامس إذا كان طول نهر على خريطة مقياس رسمها 1 إلى مليون ومئة ألف يساوي 5 سنتيمتر جد طول النهر الحقيقي بالكيلومترات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر